السؤال البعد كده بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لو سمحت عندي بنتي في الثالثة عشرة من العمر عندها تبول لا إرادة هل لابد من الاستحمام قبل الصلاة أم تستكفي بتغيير الملابس وذلك يحدث كل يوم لازم نفرق ما بين حاجتين ما بين الحدث والنجس لا شك إن البول ده من النجاسات والنجاسة حكمها إيه أن نغسل موضعها ولا نحتاج إلى الاختسال يبقى يعني إيه يعني عن غير الثياب الثياب دي خلاص بقت نجسة الثياب اللي اللي ننهى البول الجزء اللي أصابه البول ده هو ده اللي نجس خلاص غيرنا الثياب نعمل إيه نغسل موطن البول ده ومش لازم نختسل ونتوضى بقى للصلاة يبقى نعمل إيه نغسل موضع البول ونعمل إيه ونتوضى لإن حصل ناقد من نواقد الوضوء ألا وهو خروج شيء من السبيلين كمان مع النوم فإحنا كده خلاص ننتقد وضوءنا فنعمل إيه فنغسل موطن النجسة وهو الشيء الجزء من الجسد اللي أصابه بول فقط كما نعمل من الجسد شكرا